الكونتورينج ألا وهو كل ما يخص تنصيق القوام ملوش دعوها بالوجه يعني أو يعني خلينا في تنصيق القوام تخصصه أكتر فأسئلتكو بخصوص البطن بقى والأرداف والإيدين والحاجات دي والسدي أه ممكن كمان للرجالة أو للستات اللي اتنين أكتر زباينك إيه رجالة أو الستات لا ستات طبعا ليه عشان هم اللي عندهم يعني اهتمام أكتر بنفسهم ولا ده هوس زائد لا لا مش هوس ولا حاجة هو بس بيحتاجوا سيانة أكتر لأنه سيانة ينفع بقى كده أي ما سيانة سيانة زي حضرتك دي عمارة ولا هي لا يعني أنت واحدة مسح حملت تلات أربع مرات ولدت يعني نفس العدد فطبعا الموضوع بيبقى مشكلة فجأة حسستيني انك تكلم على جهاز من الأجهزة يعني لا هو كله هو أقولك حاجة أنا متخيل البني آدم ده محتاج البني آدم شكل عام محتاج سيانة نفسية وجسدية من حين إلى آخر صح الناس ليه بتروح أجازات شو يعمل سيانة لنفسيتها دي كلمة يعني قد إيه رائيئة كلمة كلمة سيانة الإنسان محتاج سيانة فجأة هتخضيت منها طيب زي ما حضرتك ذكرت أنه فترة الحمل هي بتكون أكتر الفترات العامل المؤثرة طبعا ده إن احنا الوقت فيه كائن حي وبني آدم بينمو جواكي بيوصل وزنه تلاتة أربعة كيلو وعملية الولادة نفسها عملية مرهقة وصعبة في السلاجية بتاعت الجسم كمان ده انت بتقضي فيها عمر تقضي فيها تسع شهور ولا حاجة حامل وعكا تقول ليه دي وعكا تردعي شوية ستة شهور يعني حد أدنى بتردعي ستة شهور مسلا أو السادي بيحصل فيه تغييرات وفي ناس تقضي على غير سنتين طب مش انت كل ده تأثير وانت عيشت عمر تخيل بقى واحدة بلدة مرتين تلاتة فتخيل هي قعدة قد ايه يعني فرضنا مسلا في المتوسط سنتين سنتين ونص يعني فيه ست سنين من حياتها هي مش مش في طبيعتها تفاهميني فطبيعي ان ده هيحصل فيها تغير طيب خلينا نتكلم عن موضوع يعني ما بعد الحمل ما بعد الولادة يعني لانه دي مشكلة بتواجه سيدات كتير وامهاتنا وجداتنا ربنا ديهم الصحة يا رب كانوا بيعودوا قلون نصاح ربوتي حزام مش عارف دي من اشهر نصائح نصيحة مزبوطة نصيحة مزبوطة جدا ان احنا بعد الولادة نلبس كرسي كرسي بيبقى افضل يعني اه طبعا كان زمان حاجة بس دلوقتي خلاص فيه بديل افضل كرسي لو بيبقى حاجة بتشد البطن كشوية وفيه حاجات طبية منها فعلشان نساعد ان التورمات تنزل وان التراهل يقل ونساعد ان الجلد نفسه بتاعنا يريكويل يعني ايه الجلد احنا فيه او الجلد فيه مرونة تمام? فهو لما بتشد اثناء الحمل احنا بنخلي عايز يتلم تاني فبنساعد ابو الكرسي دي نقطة النقطة التانية ان احنا ممكن ندهن كريمات مرطبة وملطفة على البطن اثناء الحمل ده حيخلي ان نحافظ اكتر على منونة الجلد